بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة العالمين مع كنز جديد عظيم من كروز السنة لا يعلم أكثر الناس الفضل العظيم لقول الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ثلاث مرات صباحا وثلاث مرات مساء على أقل قلت قلت الفضل العظيم لذا الزك لكن اطلعت على حديث عظيم جديد رواه الشيخ أبو رواه أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله في كتابه العظمة هذا الزكر يعني ذكر جامع لجميع خلق الله في الحمد للتسبيع ذلك هنيئا لمن يقول هذا الزكر ويوضب عليه يزور لهذا الحديث العظيم في كتاب العظمة لأبو الشيخ الأصبهاني لما قهبت آدم إلى الأرض فابتلي بالحرث والنزك عما كان يسبح مع الملائكة المقربين فقال يا رب لو شئت لفرختاني للتسبيح والمحامد فأوحى الله إليه أن قل الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي ومزيدة فإنك إذا فعلت ذلك غلبت جميع من خلقته بالتسبيح والمحامد معنى الحديث ده إيه يعني رب العالمين يقول لأبينا آدم لو أنك قلت هذا الزكر في الميزان ومقامة غلبت جميع خلق الله في التسبيح والحمد في السواب بتاعه في هذا السواب فإنك إن قلت يبقى الزكر ده بيعوض أبينا آدم عما كان يقوله من كثير التسبيح وهو في الجنة عندما كان يسبح رب العمي سبحانه وتعالى مع الملائك المقربين ذكر جامع ذكر جامع فقال له لو أنت قلته هتغلب جميع خلق الله بيقول له أذكار وأذكار وتسبيح بأذكار غير ده يبقى الزكر ده كيف يقدر في السواب في الحسنات لذلك أنا وظم عليه صباحا ومساء وأقوله كثيرا في كل الصلاة المكتوبة سواء كان في الركوع أو السجود مع أذكار طبعا يا أخي يعني لا أدوه حتى في الصلاة لأن السواب الزكر في الصلاة أعظم أممين خارج الصلاة فياليت توازم على هذا الزكر قال لي تقدير تلات مرات صباحا تلات مرات الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمة وكبل الجافة ومزيدة لأن رب العوض بأدم عليه السلام عن كل الأذكار اللي كان بيقولها لأنه نشغل لما نزل تحت مش رب العالمين قال له أن لك فيها أن لا تجوع وأن لا تعرى وأن لا تضمى ولا تضحى أن لك فيها أن لا تشقى فلما أبونا آدم نزل مطلوب بين الزراعة والحرص وأصبح مجغولا بأشياء كثيرة فبيستحسر زعلان سيد أبونا آدم زعلان حزين على ما فاته من سواب التسبيح والذكر وهو كان في الجنة فربنا عواضه بالذكر قال له ده يسوي أفضل من كل تسبيح وذكر الخلائق بأسكر تاني لص الحديث فإذا قلت ذلك غالبت جميع من خلقته بالتسبيح والمحامل عايزين أكترون كده إذا كان هذا كان زر عظيم من كنوز السل فأنا أكتب لكم الحديث دوت يريد تنساكوا هذا الكلام وتنشون نشو هذا العلم فيه ثواب عظيم ونعلم علم من في الله أجر يوم القيامة وشوش تفعيل الجرس واشتراك في القناة ليس لكم كل جديد وتساعدوني عشر صورة ويأكلوا خولها هذا أستغفر الله ليولكم